مسلسل يجيبها لمطر الحلقة العشرة بتبدأ الحلقة بخطف ايمن وبابا نوح وطبعا مش عارفين مين اللي خطفهم ومستغربين جدا اما بالنسبة الحسنة فجوزها بيقول لها ان ابوكي ده ورا حاجة قالت ان هي مش هتسكتله وحتتغدى بيه قبل ما يتعشى بيها من لاي بعد كده بيروح نوح وايمن مع نجمة والناس بيقولوا لهم عايزين التمثال اللي كان معاك طبعا هم كان بيعوا من زمان والفلوس كانت مع نجمة وباقتهم حسنة بيقولوا انا ما عرفش اي حاجة فهدي المخرج بيروح علشان خاطر يعتذر لسامة علشان ترجع تكمل تصوير تاني اما بالنسبة ليه نوح وايمن فقالوا للناس احنا ممكن نجيب لكم فلوسكم وتمثالكم بس سيبونا نمشي من هنا قالوا لهم هتمشوا بس هترجعوا تاني ولو ما راجعتوش هنقتل نجمة بعد كده بيفتكر نوح ان هو حاطط بعض التماثيل في مدينة الالعاب وبيتصل بالسواء وبييجي يوديهم على هناك اما نجمة فبتقولوا ما تعملش فيها حاجة انا والله ما عملت حاجة انا هقولك على وحدة هي اللي خدت كل حاجة وخدت التمثال كمان وبتقولهم على حسنة بالنسبة ليه ايمن كان مع بابا وبيدوروا على التماثيل في مدينة الالعاب اما بالنسبة ليه نجمة بترشد على مكان بنتها سما في الموقع بتاع التصوير وكان عادة متضايقة جدا منهم ومن تصرفاتهم ومش طيقاهم وعملها بتزعق طول الوقت وجوزها كان حيمسك في خناء واحد كمان بتروح نجمة وبتفتح الباب على بنتها وبيتقول للخدامة انها عايزة تشوف حسنة والخدامة بتروح تصحي حسنة وبتقولها في واحدة تحت عيزاكي اما بالنسبة لنوح اللي مش عارف هو ودى الحاجة فين بالظلط لكن ابنه عمال بيلف في الملاهي والالعاب وعايز يركب زي العائل الزغير بالظلط اما حسنة فكانت معا موتها وتقولها اللي جابك هنا قلت لها تعالي ابوكي عايز تبرا في حاجة مهمة نوح وايمن كانوا عمالين بيتمرجحوا وعمالين بيلعبوا الالعاب ولا كأنه نجمة مخطوفة ولا حاجة اما نجمة فخدت بنتها على برا والعصابة خدت بنتها وقلت لها انا مش هروح في لاهية الوحدي ما دعشيش انتي ومتهنية بعد ما سرقت الفلوس وانا اجي هنا ويخطفوني ويهددوني جبتك معايا قلت لها انتي ايه بالظبط انتي مش ام ازاي تعملي فيها كده وبتقوله العصابة انو عملتش حاجة انا معايش اي حاجة انتو بتتكلموا عن ايه لكن نجمة بتأكد ان كل حاجة معاها بتطلب ان هي تروح للحمام اما بالنسبة النوح كان مع ابنه وديني ليلة عليهم وعمالين نسا بيدوروه على مكان التماثيل الدهب لكن مش لقيين اي حاجة من لايه بعد كده سيف بيسأل عن مراته وبترد عهده وبتقول ان هي ما جاتش من بدري وبتكلمها مش بترد وبتسأله وبتقوله اخبار فايروس ايه على فكرة عادي كده ان اماما ممكن تكون معا فايروس اما بالنسبة لسماء فيعني المشهد بيبقاوي عليها شوية وبيكبوا عليها مية ويفادي مبسوط جدا ان هو عمال بيبهدل فيها وبيشفي غدوله منها اما حسنة بتقول لهم امامتها ازاي تعمل فيها كده ايه اللي خلاك تجيبيني هنا قالت لها لازم تيجي ما لاجي انا الوحدي وانتي تسرقل في الروس وتعيشي وانا ما عيش لا تعالي يا حبيبتي معايا هنا نوح لسه عمال بيدور بالليل هو وايمن وبيتصل بكواكب وبصحيها من النوم وبيقول لها تعالي خديني انا في مدينة العاب ونطيتنا على الصور وكمان معايش حد يوصلني وايمن معرفش سابني وراح فيه بتقول له خلاص خلاص انا جاي لك حسنة وهي رايحة الحمام بتدخل جوه والحسنة نحظ كان معاها التليفون بتبعت لسيف رسالة صوتية وبتقول له انا مخطوفة وبيهددون وحيموتون يتعالى بسرعة والنبي وهات معاك البوليس بتقول للرجل اللي خطفها عايزة ااكل قال لها مفيش اما كواكب فبتوصل علشان تروح تاخد نوح اما سيف فبيقوم يلاقي الرسالة دي من حسنة وبيتخض جدا عليها وبيروح يجري عشان يجيب البوليس ويروح لها عشان ينقذها اما نوح فهو ابنه اخيرا قرر ان هما يطلعوا من مدينة الالعاب بعد ما لاقوش اي حاجة وكواكب كانت طبعا مستنيهم برا وده كان ملخص الحلقة العشرة من مسلسل يجيبها لمطر ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة واتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد باي باي ترجمة نانسي قنقر